السناب سيد وهو هون والبيكسلر هذا هو هون بقدر تنزلهم من جوجل بلاي من المتجر من عبل ستور ما في مشكلة باشرة نروح الادوات مشان ما نطول عليكم الاداة هي تركيز العدسة هاي هون الاداة تركيز العدسة نستخدم تركيز العدسة مثلا بنحطه بنقطة احنا داخل المنطقة الليبنية تكون واضحة منصغر العدسة لأقل درجة منزيد التعتيم بس مشان كون في وضوح النقل ما راح نكبره كمان راح يكون بشكل اصغر قياس قوة النقوش راح تكون صفر ونعطي صح باشرة نذهب لخيار عرض التعديلات خيار عرض التعديلات هون منكبس عليه عندنا التراجع اعادة عودة ما راح نستخدم خيار عرض التعديلات في عندنا خيار عرض التعديلات كل شي اشتغلناه راح يطلع هون فعندنا احنا التركيز العدسة الخيار الوحيد اللي اشتغلناه نكبس عليه الخيار الاولاني هو منرجع لأعدادات الاداة نفسه الخيار الثاني هو التحكم بيه نكبس عليه راح تظهر قدامنا الصورة بحاظ الشكل احنا راح نعاد نرسم المنطقة اللي بدان اياها وبعدين راح نختار عن طريق هاي الاداة راح يعكس التحديد ونأخذ الهدف مباشرتا مشا ما اطول عليكم شوف شلون راح نشتغل راح اشتغل بشكل سريع عني وباشرتا مشا ما اطول ما راح استخدم شكل دقيق جدا بس راح يكون تعديل سريع مشا ما يأخذ معنى موقت كبير تشوفون صغر نختار هالشكل ها بشكل بسيط لانه هاي المنطقة اكيد راح تكون واضفة لانه بمساء نفس البعد هي والشمعة هاي النقطة لازم تنتبهونها اهه 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 نرجع العدسة للصفر بنكبر تصير عاد أنت تشتغل بها على كيفك كون مثلا شوف أنتم لأي درجة ممكن تصغر العدسة يعني هون تظهر النقاط مثلا اللي أنت بدك إياها تمشي على هذا الأساس بتركيز العدسة مية مثلا هيك وبتشتغل بشغل بسيط على البرنامج بس مثل ما حكيتكم بده شوية بتركيز بعدين مثل ما قلت لكم في عندنا هذا الخيار هون نكبس عليه بعكس التحديد فصار تحديد للخلفية فأنت كمام ترجع نفس الإشي هون تستخدم مناطق العيوب ترجع بتعبيها وطيب النهاية الصح موافق رح نحصل على هذا الإشي الصورة صارت واضحة اللي اخترناها والخلفية معتمة ها يرجوع الخلفية صارت معتمة الصورة واضحة فبدها هي الشغل أكبر وتركيز أكثر الصورة تطلب معكم لأنه مش سهل العمل على هاي الخطوة وعلى هاي الأداة فإن شاء الله تكونوا استفدتوا وأي سؤال أو أي استفسار بالتعليقات رح أجاوبكم عليه إن شاء الله أنا وأي واحد بعرف يشتغل على هذا البرنامج وهي بارة بس بدها شوية التعب منكم مشان نطبقوا الخطوات بعطوه بالنهاية التم تنحفظوا الصورة تنحفظوا الصورة تنحفظوا الصورة